تكلمنا في فيديوهين سابقات عن أغرب الأمراض وأنذرها اليوم رح نتكلم عن أغرب الأمراض النفسية وأنذرها بين البشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وأبحيكم من قناتي دنيا العجائب من قطر نتكلم فيها عن أغرب وأطرف المعلومات داخل الكرة الأرضية وخارج الكرة الأرضية لو عجبك العلوان خليك من للآخر طبعا مرض الفوبيا لحاله أكثر من 220 نوع فأغرب أنواع الفوبيا لها فيديو لحال أول مرض معنا اليوم اسمه متلازمة ستوكهولم ستوكهولم عاصمة السويد في سنة 1973 حاول عدد من اللصوص أنهم يسرقوا بنك في مدينة ستوكهولم المعروفة احتجوا زرهائن لمدة 6 أيام قبل ما تنحل المشكلة المصيبة والغريب والعجيب أنه بعد ما أطلقوا صراحة الرهائن الشرطة وجدت أنه هذول الرهائن بدافع عن اللصوص اللي حاولوا يسرقوا البنك علماء النفس بيبرروا هذا الكلام على أنه الرهينة أو المحتجز أو الأسير بعد فترة طويلة بيفقد الأمل أنه يتحرر وبصير عنده آلية دفاع نفسي أنه بيحاول يطمن نفسه أنه هذا الجاني أو المجرم مش رح يئذيني فشوي شوي بتصير تقرب منه وتحبه غصبا عنك العلمك في هذه الحادثة حتى أنه الرهائن بعد الإفراج عنهم رفضوا أنهم يشهدوا في المحكمة ضد المخططفين في مرض بيشبهها بيسموه متلازمة ليما ليما هاي عاصمة دولة البيرو صار فيها احتجاز رهائن بالسفارة اليابانية في العاصمة البيروفية ولكن بتختلف عن هذا المرض بحاجة أنه في متلازمة ليما بحصل للعكس الخاطف يبدأ تعاطف مع المخطوف والله العقل زينة بدي أكلمكم عن امرأة أمريكية اسمها جويل شوبينغ هاي المرأة عمرها ثلاثين سنة طول عمرها بتحلم أنها تكون عمية تخيل في متلازمة مرضية بتخلي الإنسان السليم يعتقد أنه رح يكون وضعه أفضل بوجود عهد جسدية هاي المرأة مصابة فيها استعلت بأحد الأطباء النفسيين عشان تجيب منه تقرير يسمح لها أنها تصد مادة حارقة في عينيها لكنه رفض أنه يساعدها في هاي الجريمة بعد هيك صبت المادة الحارقة في عينيها بدون سماح من أحد وحققت حلم حياتها بأنها صارت عمية على سيرة الناس اللي مش عجبهم حالهم في واحد أمريكي اسمه ستانلي ثورينتون هذا الرجال طلق زوجته بعد ما رفضت أنها تتبنى هو مش تتبنى له طفل لا تتبنى هو تعتبره طفل أو ابنها الرجال هذا شايف أنه ما بستاهل يكون كبير وأنه عمره سنتين ولازم يتدلل ويلعب بالألعاب ويلبس الحفاظة وصير طفل كامل المضحك في الموضوع أن أمه آمنت بالموضوع ووقفت جنبه دعمته وقدمت أوراق للسلطات في ولاية كاليفونيا الأمريكية عشان يسجلوه طفل بعمر سنتين بدهم يخصموا من عمره 28 سنة عشان يتسجل بصفة طفل لأنها تعتقد أنه ابنها يشعر بأنه طفل وليس رجل بالغ وأنه هذا حقه تماما مثل حق الرجال اللي بيطالبوا يتحولوا لنساء من المحتمل أنه لما يصير عمره 6 سنين يدخل مدرسة صف أول من أول وجديد ولعلمك في حوالي 49 واحد أو 48 واحد غيره في أمريكا بيطالبوا بنفس المطلب يعني هذا المرض مش نادر زي ما أنت متخيل وإحنا صغار كان فيه مسلسل كرتون حلو اسمه ألس في بلاد العجائب طيلا هذا اسم مرض كمان فيه متلازمة اسمها متلازمة ألس في بلاد العجائب أو بيسموه اضطراب مايكروبسيا مرض عصبي بصري مريض المصاب بهذا المرض بيشوف كل شيء أصغر من حجمه الحقيقي بتتذكروا مسلسل ألس في بلاد العجائب البيت صغير وكبات الشاي صغير وفنجان الجهو صغير زي هيك بتصير تشوف الدنيا وكأنك ترى العالم من الطرف المعاكس للميكروسكوب الميكروسكوب بكبر بس لو أنت تحت الميكروسكوب بتشوف الدنيا كلها صغيرة يعني السيارة بتشوفها أصغر من القط مثلا سبب المرض هو خطأ في إدراك الدماغ للمعلومات الجاية من العين يعني العين بتكون سليمة لكن صورة السيارة بتنتقل للدماغ الدماغ بيستوعبها أنها سيارة لعبة سنطي بسنطي حجمها بالعادة بيبدأ وبيتشخص في سن من خمس لعشر سنوات وعادة بيكون مريض عنده مشكلة ثانية نفسية عصبية ورن بالمخ فصام عقلي مشكلة نفسية إشي زي هيك الطراب بيكة الطراب معروف الإنسان بيحب يوكل أي إشي مش مادة غذائية يعني فيه ناس بتحب توكل الطراب فيه ناس بتحب توكل الصابون أنا عارف أنه بعض الحوامل بتوحموا على إشياء زي هيك بس إحنا بنحكي عن إنسان طبيعي أو مرأة حاليا مش حامل إنسان صال له 30 سنة بيوكل مسامير حديد مثلا أو واحدة بتحب توكل الصابون صال له 10 سنين حامل مش حامل بتحب الصابون هذا بيسموه الطراب بيكة اللي هو التغذي على مواد غير غذائية فيه ناس توكل خشم فيه ناس بتشرب الدهان أو زجاج أو شعر أو صوف فيه مرض عجيب اسمه مرض كاب جراس هذا المرض أنت بيكون عندك صديق فبيصير عندك زي ديليوجين أو وهم تظن إنه هذا الصديق إله أخو توأم وهو تخبأ وأخو التوأم عايش مكانه تستوعب الفكرة بالعادة بيكون فيه إصابة بالمخ أو فيه حالة من الفصام العقلي وهم كترت أو اضطراب الجث المتحركة في هذا المرض الإنسان يعتقد نفسه إنه ميت أو إنه ما بيقدر يتحرك أو إنه مش موجود أصلا السبب بتكون مشاكل في المخ مشاكل في التفكير والإدراك بيكون المخ مش عارف يدرك المعلومات فيه نفس الوقت ما عنده ردة فعال فبيصير الإنسان نفسه مش جادر يتعرف على نفسه فبيقدع نفسه إنه مش موجود قرأت رواية ريد دراجون فيه مرض اسمه متلازمة أكل الذات في رواية التنين الأحمر كان فيه شخصية اسمها هانيبل لكتر هذا الدكتور هانيبل كان يستمتع بأكل لحم الآخرين من البشر لكن في هذا المرض الشخص بيأكل نفسه بصير قص أصابع يأكلهم بصير قطع من لحمه يأكل وهذا المرض بيسموه أوتوساركوفيج يعني عن جد أنت بتأكل حالك ممكن أنه يعب في الشفاء يأكل الأظافر في بعض الحالات المريض بيقلع له سنانه عشان ما يظل يعطف شفافه يأكل في أظافره لكن في بعض الحالات بتكون فيه خطورة على حياة المرضى وأهليهم لو سألتك هل بتحب فلان من المشاهير أو من المطربين أو من العلماء أو الرياضيين أو التكتوكرز أو أي مشهور على السوشال ميديا 90% راح تقول لي صح هذا المرض اسمه هوس العشق هو تماما عكس اللي بقوله في هوس العشق بيصير وهم عند المريض أنه فلان مشهور جدا بحبني عمرو دياب بموت فيه نانسة عجرم بتموت فيه كريستيانو رونالدو بموت فيه في حين أنه هذا الشخص مشهور أكيد يعني عمرو ما سمع فيك وبتلاقيه بيحاول يبعط له رسائل بيحاول يبعط له رسائل على الفيسبوك بيحاول يدور على رقم تليفون بيحاول يحضر كل حفلاته بيحاول يكون في مكان عام هذا الشخص موجود فيه ولو شافه رح يكلمه أنه أنت بتحبني تذكرتني أمه ما بيعرفك الجانب المرعب من هذا الإضطراب أنه الشخص هذا لو اكتشف أنه هذا المشهور إنسان عادي بحب واحدة أو متزوج واحدة ممكن يكتلها لأنها بتشاركه وفي الإنسان اللي هو بيحبه تخيل بنت بتحب مطرب رجال ورجال متجوز عادي أو لعب كرة قدم مثلا ممكن تكتل مرضو أو تكتل خطيبتو لأنها بتشاركها فيه مرض اللي كانثروبي أو توهم الدئبية بعض الأشخاص يعتقدون أنه منخلقوا ذئاب أو كلاب أو أي حيوان أو بتعتقدوا أنه منخلقوا بشر وبعدين تحولوا إلى ذئاب هذا بيسمون في قلم النفس إضطراب في الهوية أنه أنت مش عارف مين أنت أنت مش عارف أنت إنسان ولا حيوان وفي ناس بيعتقدوا أنه بقرة أو ثور وفي ناس بربط حاله بحبل وفي ناس بيمشي على أربع رجلين بيصيروا يخوروا زي الثور وفي ناس بيوكل عشب كمان فهذا مرض نفسي مش فراغ عاطفي زي ما أنتم فكرين تحبني لا تحبني تحبني لا تحبني تحبني لا تتذكروا هذه الجملة هذا المرض بيسموه متلازمة أبولومينيا أو فقد السيطرة المصابين بهذا المرض يفقدون القدرة على اتخاذ قرار في أبسط الأشياء يعني اطلع نتمشى ماشي خلينا قاعدين خلينا نطلع خلينا قاعدين مثلا أنا جعان أجهز الغداء أستنى شوي أجهز الغداء أستنى شوي مفيش عندنا مقدرة على اتخاذ القرار الناس لزي هيك بيكون عندهم نوع من النسواس إنه بدي أتأكد إنه قراري 100% صح قبل ما أتخذه فبطولوا كثير لما يتخذوا القرار المرض هذا غريب أنا نفسي مش فهم شو هو بس بدي أحاول أبسط لك المعلومة فيه إشي اسمه الطراب الحس المرافق يعني إنه عندك حاسة فبتحس بحاسة ثانية والله حاس حالي بحكي نقطة عندك حاسة بتحس بحاسة ثانية في نس له يعني أنا يعني أنت بتحس بشغلة معينة فلما تحس بالشغلة هاي بتحس إنك حاسة شغلة فأنت فاهم كيف لو أنت شفت لون أحمر مثلا بتحس إنك لما تشوف اللون الأحمر بتسمع مثلا الأصفور بغرد لو شفت اللون الأخضر بتحس إنك بتسمع خرير المياه فلما تشوف بتحس انك بتسمع لما تسمع بتحس انك بتشم عطر او حاجة كل حاستين مرتبطات ببعض هذا هو المرض فعمرك سمعت واحد بيسأل ما هو لون الحرف A او B او C هيك هم مخهم من اشهر المصابين بهذا المرض هذول اشهر المصابين بهذا المرض بيستغلوا هذا الاضطراب عشان يعملوا عمل فني مميز تخيل تعمل لوحة او تقلف فيلم او تلحن اغنية عبارة عن ما هو لون الحرف C فممكن انك تدمج السمع والذوق مع بعض بصير لمختلف الاصوات طعم معين ولو عجبك الفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول بول والسلام عليكم اشتركوا في القناة